ترأس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد السامي السعيد بالمكلة اجتماعا بمديرية القطاعات والمناطق وفروع المؤسسة لمناقشة التجهيزات الأولية وإعداد الخطط اللازمة لإقامة المعارض الرمضانية في المحافظات المحررات لهذا العام استعرض الاجتماع وضع المعارض الرمضانية السابقة وما رفقها من إيجابيات وسلبيات وكذا الصعوبات التي واجهت إقامتها والحلول اللازمة لمعالجتها وخلال الاجتماع أوضح السعيد أن المؤسسة بصدد توسيع نطاق نشاطها لتشمل تدخلات في جميع المناطق المحررة مشيرا إلى أن حضر موت سينطلق منها أول منفذ للبيع المباشر للمواطنين لتعقبها جميع المحافظات المحررة موضحا أن المنافذ ستكون مستمرة على مدار العام أكد الاجتماع على أهمية مراقبة الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار سوق الإمداد وأسعار السلع في نقاط البيع التابعة للمؤسسة في جميع المحافظات